اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه الفار بتاعتنا لكن رغم كده يعني دوريات برة ومؤسسات برة بقت متضايقة جدا من قصة الفار مش لانه قراراته يعني بتبقى عادلة لا لانه بيحصل تأخير من الحكام في اتخاذ القرار بتلاقي الحكم يبدأ الوقف الاول وبعدين انا فش السيناريو اللي هو المتبع يعني زي مبرح مطش اللي كانش اغالي مبرح الاهلي وطنطة يعني تبص تلاقي زي فجون مثلا بتاع الكهرباء اللي اتلغى ده بالإيد يعني تخيلوا لول الفار كان الجندة حسب تخيلوا يعني الاول يفضل حكا بيعمل كده ويبتسم كاميرا عليه والراجل مبتسم ده حاجة لطيفة انه يبقى الوجه يبقى شوش ومبتسم يعني وبعدين قاعد يعمل كده بتاع دقيقة دقيقة ونص وبعدين في الاخر عمل لنا كده طبعا يا مرحش من الاول اللي ما تفهمش وبعدين راح وفي دلوقتي بتاع دي او نص او دقتين عند الجهاز بتاع الفار يشوف اللقطة ويكلموه 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 وبعدين يروح ايه لغى الجول خد له بتاع 4 دقيقة من 3 ل 4 او من 3 ل 5 دقيقة في القصة دي فدي لو اتكررت في المطش مرتين وتلقتين يعني وفيه بينال تي فيه علي شك وفيه مسلا كرة اوفصيد فيها شك وفيه كرة ما عرفش ايه فانت بتتكلم انت مضيع على الاقل على الاقل انت مضيع مش اقل من 10 دقيقة في المطش او 15 دقيقة طب السؤال يعني عشان كده احنا بنا نشوف دلوقتي يقولك ايه ده فيه جول جي في دقيقة 98 ده فيه جول جي في دقيقة 97 في جول جي في دقيقة 99 يعني 99 و 96 و 98 ده عادي جدا لاني بقى فيه وقت ضايا كتير جدا بسبب الفار لكن الحقيقة لما بشوف القرارات اللي الفار بيحسبها او بيلغيها بتقول الحمد لله على نعمة الفار دي حاجة كده يعني ايه باي ذوي زي ما بيقولوا يعني في الملاحظات احنا بيلا خلاص كل يوم وكل ماتش بقى الفار مؤسر جدا عايز اقول بقى حاجة احنا ده عندي اخبار كتير النهار ده بس فيه صدمة كبيرة جدا وكأنه حد دعا على النادي الاهلي في مركز السردبك قلب الدفاع مش ممكن يعني بجد يعني بقى المسألة محتاجة مش تفسير محتاجة شيخ يعني احمل ايه طيب يعني كل ما يقوم حد يقع يقوم حد التالت يقع لدرجة ان ما فيش اصابة فتيجي الكورونا لياسر ابراهيم بقى المركز ده كل ناس مصاب صحدي سامير مصابه محمود متولي مصابه مبارا حرام الربيع مصابه كل ناس يعني بقت حاجة غريبة جدا اللي اهلي بقاش عنده في الحتة دي غير اتنين ايمن اشرف وياسر ابراهيم ومعاهم من بعيد بقى الناس اللي هي ناحية اليمين وتنفع تلعب في قلب الدفاع زي احمد فتحي ممكن يلعب في الحتة دي يسدها بس عنده الاحتياج ما يبقاش هو اساسي سردبك محمد هاني ممكن يسد الحتة دي برضو عند الاحتياج ما يبقاش اساسي سردبك طب هل هاني او فتحي يسده في مباراة زي الوداد او مبارتين زي الوداد المغربي يعني ربيع خلاص لغات ماتش الوداد مش هلعب بتتكلم ربيع اصابته على الاقل ست اسابية تمزق في العدل الخلفي يعني فعلا يعني حظه سيء جدا ربيع كسير الاصابات وكل ما يجي يقوم على حيله القدر يصيبه اصابه يجي يقوم كان زمان زيه وكده كافة الاصابة العرابي للي يفتكر يعني فرامر ابيع الحقيقة هيغيب ست اسابية الاهل هانده مباراة مهمة جدا مع الوداد يعني لفقناش لسه من قصة فايلر في النادي الاهلي ومشكلة فايلر والارتباك اللي عملوا بالقصة بتاعته دي فدخل الاهل في حدوتة السردبكات يعني لو حد بقى اتنين خلاص يعني سر ابراهيم وايمن اشرف اللي احصل له حاجة في الاتنين كارس مصيبة كبيرة جدا لكن في النهاية مجبر اخاك اخاك على بطل فاصبح قدام الجهاز الفني حل واحد انه يرايح اللاعيبة دي الفترة الجاية انا نضم ماتش الترسانة في الكاس يوم الاربع كده كده ايمن اشرف مش حيلعب فحمريح بعد كده لازم حريحهم في ماتشات الدورة عشان خاطر الماتشين بتوع الوداد المغربي احناك في المغرب الاول يوم اعتقد ستاشر وبعد كده الماتش التاني حيكون عندنا هنا في القاهرة نصيب مشكلة كبيرة جدا رامر ابيع خلاص غياب ست اسابية قصة فايلر دي قصة بايخة جدا انا مش عارف يعني يعني خلاص ازا كان فايلر فعلا عامل ده حد بيقول لي انه هو بيقول في المقربين له يعني في الفرقة ان مراته بتحدده ان هي مش عارف حتاخد منه فلوس كتير جدا لو استمر في غيابه عنها عن سويسرة يعني في القانون السويسر باين قصة عجيبة كده غريبة كده معرفش انه ممنوع المواطن السويسر انه اشتغل برة مسلا ومراته مش معاه يعني ما عرفش انه هو فيعني ايه تخيل انت امراتك تحددك تقول لك لو خرجت من البيت او رحت اشتغلت في الاسماعيلية او او نزلت اشتغلت في الامارات او او سفرت السعودية او 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 بتاع هاخد نص فلوسك طبعا احنا عادي 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 ما فيش معادي شالته حاجة يعني لكن عشان كده فايلر يمكن بيفكر كتير دلوقتي في المرتب والمكافئات وعايز يزاود عشان لو ما اتتخب منه فلوس يبقى مأمن القصة طبعا انا بهرج يعني لكن احنا وصلنا في تفسير الموقف الغريب لفايلر للمرحلة دي انه امراته وانه ما عرفش مين وانه مين وكلام غريب جدا الناس تخش تقول لك طبعا نقلي مرات حدي تروح تقعد مع امراته تسليها لغد وفايلر يخلص السنة دي وقاعدين فايلر والاهلي شفته الرجل بيتعامل ازاي والنادي بيعمله ازاي مش عايزين تضخيم في القصص ولا عايزين خلاص قصة فايلر بيخة وانا لو من الاهلي امشي امشي لانه هو عامل ارتباك رهيب جدا على كل مستويات لدرجة ان وليد سليمان يكتب ببوست يشيد بيه فكرة تولي محمد يوسف فالناس تخش تهجمه وانت يعني فايلر ميشي عشان تقول محمد يوسف فيشيل البوست ويرجع فالناس بدأت كلها متلبشة من قصة فايلر دي فخلاص او عايز يمشي مع الف سلامة والقلب دعيله فيه كلام بتقال ان عماد النحاس بده يتكلمه طبعا الكلام الاقوى ان محمد يوسف هيمسك مكانه فيه كلام انه عماد النحاس كلمه عشان يمسك مدرب عام وانهما راميين بس كلمة فكرة محمد كابتن محمد يوسف دي عشان بخاطر الرأي العام يتكلم فيه لكن هما شغالين في اتجاه تاني خالص وظاهر النهاردة تقارير في ايطاليا بتقول سبالتي ده مدرب الشهير درب روما ودرب انتر ميلان وكسبان بطولات كاس ايطاليا ودرب في روسيا وزينة الروسي يعني كسبان بطولات ومدرب شهير جد وكان قبل كده عامير التوفيق وقت ما كانوا بيتفاوضوا يعني وقت ما كان بيجي فايلر كان من ضمن الاسماء اللي اتطرحت او تقالت او تقالت ان الاهل بتفاوض معك سبالتي ده تقارير ايطاليا قال ان سبالتي ربما يخلف في تدريب النادي الاهلي لكن في المرحلة دي الاهلي بيفكر باكتر من شكل يعني هل هتلحق تجيب مدرب اجنابي فتحط على طول عماد النحاس معاه مدرب عام فعماد النحاس يعني الكلام اللي وصل لنا وعرفناه ان هما استشاروه فقال لو مدرب اجنابي اوكي يعني لو انا حبقى مدرب عام مع مدرب اجنابي اوكي لكن غير كده لا طبعا هو مدير فني وبحقق نتاك طيبة جدا مع المؤلين ان عرفت دورة لبصري كابتل عماد النحاس فلو بقى مدير فني اجنابي اوكي لكن لو مدير فني مصري لا هو مش عماد النحاس ده شكل او خط اللاين الاهلي شغال عليه اللاين التاني بقى مدير فني مصري بقى كابتل محمد يوسف لانه كان لديه تجربة مشابهة قبل كده يوسف ممكن يبقى طرحة ايه الطرحة التالت لكنه الاضعف استمرار فايلر فكل الكلام ان الاهلي هيعلن يوم الخميس طبعا ليه هيعلن يوم الخميس هقولوكو تفسير الناس اولا انه طبعا احنا الحلقة اللي فاتت واحنا شغالين ظهر البيان اللي طلع ده فاحنا قلناه وقلنا ان فايلر مش رسمي وبتاع فبيقولك انه الاهلي فوج بتسريب القرار البيان ده يعني فعلا البيان ده كان صحيح انا بقولوكو اللي بتقل بالزبط ان البيان ده كان صحيح وانه فايلر فعلا ماشي وان الاهلي كان بيجهز الكلمتين دول لكن فوجه وبتسريبهم مش الادارة اللي مطلقها كانت بعايز تأخروا شوي فعشان كده جاري قالك لا ده غير صحيح وكل الكلام ده فأجله الكلام وناس تانية قالت لا ده أجله الموضوع ده علشان خاطر لازم يبقى واحد عشرة لانه فايلر وفق عقده لو قبل واحد عشرة هياخد شرط جزائي ما عرفش ايه كتير يعني وناس تالتة بتقول ان لسه فيه انفوضات جارية مع فايلر لاستمراره مع النادي الاهلي دي بقى اللي انا شايفها بيغ لانه زا وصلت انه كل اللي بتقل في الرأي العين وكل اللي بتقل في الجرائد وفي المواقع وفي الجمهور قاعد يتداوله على السوشيال ميديا وكل الكلام ده والغد دلوقتي بتتفاوض معاه وكأنك بتتحيل عليه فانت كده الاهلي كبير واكبر من هو يتحيل على مهما كان المدرب ده مين يعني ده مع عدم التقليل طبعا من شأن المدرب هو حر لكن في الاخر الاهلي برضو كبير ولا يليق بي ابدا ان يقعد في المرحلة دي يتحيل او يتكلم فانا مستبعد الخط التالت لكنه موجود وقائم انه فيه كلام انفوضات لسه مع فايلر حتى الان لاستمرار وبيحاول حتى في تصريحاته يظهر كده فايلر يعني انبراح في التصريحات بيتكلم وانه ماتش الوداد وانه بيجهز اللعيبة لكذا وانه هيرايح اللعيبة قبل ماتش الوداد عشان كذا يعني الكلام من برح ماشي في السكة دي وانه هو لو جاي اذا كانت جاي له عروض زي ما الناس بتقول مهما زادت العروض فهو مركز مع النادي الاهلي كلام لطيف جدا وكلام دبلوماسي وكلام سياسي وكلام رائع جدا ويوحي انهم كمل لكن الدنيا ايه زي بيقول له حراتكم كده هيبان يوم الخميس كل حاجة خبر قدامي عارفين انه بيرامدز صراحهم بارح وقالك انه احنا فيش ضم بيننا وبين النادي الاهلي في التصرحات يعني خارجة من عندهم يعني من النادي بيرامدز وانه الصفقة الحقيقية اللي كانت بين الاهل وبييرامدز في كرة القدم كان صفقة انتقال محمد مجدي افشة من بيرامدز للاهلي اما قصة رمضان يعني فهي قصة يعني رمضان كان عقده منتهي عقد الاعرب بتاعه منتهي واحنا اشارينا من نادي هيدر هادرسفيلد وشريف اكرامي كان عقده منتهي مع الاهلي ونفس الكلام لحمد فتحه ودي في الاخر طبعا الكلام في ظاهره صحيح دي عقد منتهية وهو من حقه ان يخش ويزايد ويأخذ اللعيب وكل الكلام ده طالما انت سبت اللعيب بتاعك لغا تاخد لحظة يبقى عرضة انه الناس تغريه لكن في الاصل بيرامدز عامل مشكلة في النادي الاهلي فعلا لان انت كمان بتزايد وبتدفع فلوس كتير في بقت الناس تبص للفلوس اكتر بتبص لقيمة الاهلي او زمالك دلوقتي يعني في بيرامدز فراجب بكر عنده مشكلة في بيرامدز هو بيتمرنش ومنعنه من التمرين وعنده قصة كده معهم هناك يعني فبدأ يتقال انه راجب بكر هيستغل انه بيتمرنش وبتاقوا انه يفسخ عقد ويروح النادي الاهلي وان الاهلي عايزه عشان يعوض ناحية اليمين غيابة احمد فتحي بعد ما انتقل لبيرامدز والقصص كتير جدا وان عبدالله السعيد قعد مع الادار قال لهم لازم تده فرصة راجب بكره انه يرجع ويتمرن ويشارك حتى لو هتسبوه يمشي ما يمشيش ببلاش يعني ما يروحش النادي الاهلي ببلاش طبعا عبدالله السعيد انا ما اعتقدش انه هيتكلم بفكرة انه مدام راح الاهلي ما تسبوهش ببلاش يخده فلوس من الاهلي لكن فكرة انه عبدالله السعيد يعني اسم كبير في نادي الاهلي وهو يعني زي ما بيقوله كده الالفة بتاع الحقيقة وعبدالله فعلا قائد كبير وكابتن كبير وعظيم جدا والعيب يعني ما شاء الله عليه حتى الان وفي السن ده وبيدي بهذا الشكل فيعني هو علامة من علامات الكرة المصرية واهم العيب في الاهلي دلوقتي رغب وجود اعلى مدان صبحي وجود احمد فتحي ونجوب كبار جدا لكن هو ممكن يكون بيتكلم بفكرة ان رجب بكار لعيب كبير اللعيب مش صغير يعني اللعيب مش قليل فعشان خطر تسيبه بدون تمرين وما تستفيد منه فانيا نستفيد منه حتى لو عندك احمد فتحي في الناحية دي وعندك عمر جابر في الناحية دي فلازم كمان يبقى عندك عمر رجب بكار جاهزه هتستفيد منه هتستفيد مش هتستفيد منه حلا وحتى هتبيعه اهو يبقى جاهز ويبقى لعيب عندك وخصوصا ان رجب بكار اسمه كبير لكن خلال الساعات ممكن تظهر مفاجئة وتلاقي رجب بكار ما سريح نادي الاهلي اذا كان البعض في الاهلي بستنى رجب بكار يمكن يفسخه عقده لانه بيتمرنش فنفس القصة مع البلايلي يوسف البلايلي النجم الجزائر والمحترف في اهلي جد السعودي عنده قصة انتوا عارفين انه هو مع اهلي جد عنده مشكلة وانهم عايزين يقللوا في اخر 3-4 شهر مرتب وعايزين يقللوا مرتبه 50% وفق الاتحاد الكورا قرروا هناك وقت الازمة بتاعة كورونا وقال لك لا هو بياخد 300000 يورو في الشهر رقم كبير بتتكلم 3.5 مليون يورو في السنة فعشان تقللوا 150000 يورو في الشهر فيعني ايه حياخد 0.5 مليون يورو لـ 150000 يورو في 13 شهر هو رافض وفي وفق قوانين برضو الفيفا اذا عادت 13 شهر ما تاخدش المرتب زي مثلا زي النجاز في الزمالك استند على ده النجاز لما يجي مش في الزمالك ويهرب الزمالك بقى قال بقى انه النجاز وهنواخد فلوسه اصل الورق اصل بتاع ده كل ده قصة تفصل في المحكم بعد كده بس خد النجاز قرار لصالحه من الفيفا تحت هذا المسمى انه خقت اكتر من 3 شهر ما اخدش المرتب بتاعه فالقلم استني يوسف البلايلي الكلام اللي تقال انه ممكن يقاضي في الفيفا نادي اهل جد فيحصل على بطاقة مؤقتة يقدر يلعب بقى في الاهلي او يلعب في النادي تاني فيه تقارير على الفكرة في الجزائر بتقول يعني شطحت مع يوسف البلايلي درجة كتبة تقارير صحفية النهار ده يعني انه ممكن يلعب في فلانسيا في اسبانيا جاي له عارض هناك وجاي له عارض من انجلترا وجاي له عروض بصنا قدامي هو هقول لكم ومن اندية هولندية زي ايكس يعني دي عروض ضخمة جد يعني عشان خاطر يعني تقول هتروح هنا ولا هنا ولا هتروح النادي الاهلي مؤكد هيبقى الاندية في اوروبا لا 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 وايه لكن الاهلي لا يازال حتى الان مكتم على تفاصيل التفاوض بتاعه اللي عملها مع يوسف البلايلي حتى الان في هذا الالشأن في نفس الوقت النادي الاهلي تلقى عرض من احدى الشركات التسويق محمد الشناوي متقلق جدا حارس المرمى وانا دايما نقوله الشناوي نموذج يحتزى بي بعد الحضري يعني اكتر حارس مرمى فعلا يعني يستحق ان الناس يعني تدي له حق يعني ياخد حقه من الاعلام ومن الجمهور ومحمد الشناوي بعد عصام الحضري ليه لانه هو ماشي على خطر الحضري حتى وان كان اسلوب اللاعب مختلف من الاتنين الاتنين طبعا مميزين جدا بس هو ماشي في اسلوب الحربي في الحضري في انه محافظ على مستوى سنين يعني عنده ثبات في مستوى سنين يعني انت بتلاقي احمد الشناوي حارس الزمالك السابق ولا راح بيرامدز يعني المستوى ممكن يقص يبقى عالي جدا 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 وبعدين فجأة مستوى يهبط وبعدين فجأة يعلى وبعدين فجأة متوسط يعني ماشي عامل زي ايه رسم القلب كده طالع نازل الحراس معظمها كده لكن عندك محمد الشناوي مستوى الحقيقة سابت ورائع وقوي جدا والسنوات بقى له ثلاثة اربع سنين مستوى سابق جدا ودي الميزة الحقيقة اللي مخلايا الناس بقى تسق جدا في محمد الشناوي وانه جمهور الاهل بقى تسق جدا في وجود محمد الشناوي كعرس مرمى للنادي بتاعه الشركة التسويق جات للنادي الاهل قالولهم احنا جايبين عرض لمحمد الشناوي في هولندا وعرض كويس ومندي كبير في هولندا طبعا الاهل سمع دي تجننه وتكربجه قالك الشناوي يا نهر اهم لعف الاهل دلوقتي محمد الشناوي مع حبوط المستوى اللي بعده كورونا اللي بقت عليه عدد كبير من لعيبة واللي بيحاولوا دلوقتي تاني يقوم يعني شوفنا مبارح كهرباء بدأ يستعيد شويا من مستوى حسين الشحات بدأ يشارك ويظهر تاني يتحط في الصورة بدأ يظهر تاني بدأت بعد اللعبة تظهر تاني مستوى يعني وعلي معلوله اللعبة دي لكن محمد الشناوي حقيقي شايل جزء وحملة قيل حتى من دفاع النادي الاهلي ده اللي احنا شايفينه الحقيقة في المباريات الاخيرة للنادي الاهلي فعلى طول دارة الاهلي قالت للشركة دي اقفلي تماما على فكرة هذا العرض غير مقبول ومرفوض مقدما طبعا ده يعني نتيجة التقلق اللي ظهر عليه محمد الشناوي بشكل كبير جدا خلال الفترة الاخيرة اذا كان الشناوي غير مقبول ومرفوض مقدما فمصطفى محمد حتى الوقت حتى الان في الزمالك لسه عنده امل في الاحتراف امل كبير وعلى فكرة مصطفى محمد ورغبته واصراره على الاحتراف يمكن احد اسباب ان اري بابل الانجولي ده الزمالك يعني شبه لغى فكرة التعاقد معه هو الراجل ماضى مع نادي الزمالك بالبلد الالكتروني بس لا ماخدش فلوس انما اتفق وعقده كان منتهي وصفقة انتقال حر اري بابل وجناح النادي اول اغسطس الانجولي وعلى فكرة مطلوبه نضم المنتخب الانجولي في الاستدعاء اللي جاله النهاردة وجيرالدو بتاع الاهلي يعني الناس مش عجبها جيرالدو نضم النهاردة للمنتخب الانجولي ولو ان عادي يعني منتخب الانجولي مش مكسر الدنيا يعني انما اري بابل ممكن يكون هو لدفع التمن لانه الزمالك بدأ يفكر دلوقت لو مصطفى محمد ماشي طب احنا محتاجين فروض صريح سيبك ما يقولك حسام اشرف النجم الصاعد وصما فيه صال انه صاعده كل حاجة وزي الفل وشامعة منورة في الفريق لكن في الاخر يحتاج خبرات وان هو يفضل على مستوى عالي ومتماسك زهنيا وتركيزيا ومتماسك بكل الصفات اللي بيحتاجها العيب التقيل في الملع في الماتشات الكبيرة الماتشات ورا بعض وطول الموسم صعب جدا الناشط الصغيري بعده 19 سنة ل 20 سنة يبقى بهذا المستوى مصطفى محمد احتاج وقت يعني اعير هنا واعير هنا وراح طنطة وراح تراعي الجيش ولاف اكتر من نادي لغاية ما جيزة مالك هو تماسك وظهر بهذا المستوى وتقلق مع منتخب الوليمبي مع كم تشاوى غريب سوما اصبح مصطفى محمد هداف الزمالك واحد هدافين الدورة المصر بتسعة جوال حتى الان في الدورة المصر جايب يمكن يعني فبدأ الزمالك يفكر في العيب مهاجم محترف بالصدفة الناس شايفت عمر خربين السوري في القاهرة مبارح قالك انا هرسود خربين موجود يبقى الزمالك بيفاوت خربين الناس قالت انا بقولك الروايات بقى ها انه هو موجود عشان خاطر عنده حساب في البنك جاي يقفل قصته طبعا خربين جاي فترة كده لعب مع بيرامدز ست شهور اعارة وبتاع انه هو جاي يقضي اجازة وفي نفس الوقت له حسابات في البنك وبتاع جاي كم يوم فجاي يقفل كل الكلام ده ويسافر والناس تانية قالت لا ده هو جاي عشان خاطر يتفاوض مع الزمالك واحد شطح شطحة كده غريبة وقالك قد بالك ده ممكن يكون من ضمن الناس اللي بيفكر يجيبها النادي الاهلي ان الاهلي قاعد ما خل الناس تفكر في يوسف البلايلي وممكن يكون هو من ناحة تانية بتكلم مع عمر خربين انما مجرد ظهور عمر خربين خلى الناس كلها تتكلم على الزمالك لان الزمالك كان مهتم بالتفاوض مع عمر خربين خلال الفترة اللي فاتت لكن الرأي الاقوى ان هو جاي عشان خاطر في جدل في قصة حسابه البنك فجاي جاي يخلص القصة دي بتشيكوا بقى جرس من بارح وتولى القيادة بتاعة نادي الزمالك بتشيكوا عمل حاجة بصوا جميلة جدا طلع قالك ايه انا جاي الزمالك علشان خاطر اكسب بطولة دوري ابطال افراقيا يعني ايه يا فندم يعني كان زمان بتيجي المدربين الافرقى وتفتكروا يقول لك انا جاي اكسب الاهل في القاهرة انا جاي اكسب الزمالك في القاهرة فيشيل سبع ويمشي او يشيل ستة ويمشي فكت التصريحات العنطرية دي فرجت ان انا برضو تصريح كده شبه عنطر بن شده قالك انا جاي طبع انت اصلا جيت ويباد شيكوا واستلمت وتفرجت على الفرق وشفت مستواها هتقول لي بقى شفت فيديوهات وشفت لهم ما تشاهدت وعملت مارات ماشي اوكي خلاص ماشي لكن يعني فكرة انك تكسب دورة طال افراقيا انما خلاص هنعتبر ده تصريح هدفه رفع الروح المعنوية لللعيبة بتاعته او بيبعت لهم ميسج قبل ما يشوفهم وقبل ما يلتق بيهم لان هذا التصريح هو حطه وقاله وقف المطار يعني هو بالشنطة بتاعته زو انت شفتوا كده الصورة في المطار قال هذا التصريح للصحافين بتوع المطار اللي كانوا هناك او استقبلوا هناك فباد شيكوا الناس متفاقلة في الزمالك بباد شيكوا ليه بقى لانه دي تجربة سابقة مع الزمالك او الناس بقى تعطوا له استجربة كانت نجحة اصلوا ما ده ما بسك اتنشر ماتش وما تقدرش انا اتحدى اذا كان حد فاكر باد شيكوا اصلا لما جي الزمالك احنا عارفين انه قاعدل زمالك وبتاقى كان معنا جنبنا واحد كده اسمه باد شيكوا قاعد له شهرين ثلاثة اولا حاجة لكن نجحة او مش نجحة ما تحكمش ده هما اللاعب اتنشر ماتش كسب تسعة وتعادل اتنين وخسر واحد ومشي ملحقناش يعني ان احنا لكن الفيدباك اللي جاي من اللعيبة طبعا اللي عايزين نظهره انه الزمالك نجح ان هو يجيب مدرب كبير وبتاع بضخمه فيه جدا واللي عايزين برضو يظهره انه الزمالك يعني رجع مدرب كان مطروض او سايبه وهرب وبقاله سنتين ونص ما بيشتغلش بيفطسوا فيه ده قاعد في البيت يا عم بقاله سنتين ونص ده قاعد في البيت كده يعني ده نتاجه كان سيئة جدا ده راح السعودية ما عملش حاجة لما ساب الزمالك ده راح عصن خربها ده راح كل واحد بيتكلم حسب ايه اهواءه ماشي لكن في حالة تفاؤل جوه نادي الزمالك وهذا التفاؤل نابع مش من التصريح بتاعه ولما الكلام ده لكن من حاجتين ثلاثة كده هم فعلا حاجات مهمة انه هو كان له عشرة في الزمالك حتى لو كانت شهرين ثلاثة بس الاجواء بتاعت النادي واجواء حتى الحوارات بتاعت دارة النادي ودارة نادي الزمالك غير لها حوارات كتير هو شاف الحوارات دي فاكيد هو جاي هو المرة الاورانية ما طقش ومش هرب قال لك خنق فاكيد المرة ده وهو جاي قاعد بقى يفكر ازاي سد الخرام دي بتاعت الحوارات دي فجاي جاهز للحوارات دي ازاي اقفلها تمام ودي ميزة وهو كان عاش الاجواء قبل كده فمتعود عليها دي ميزة تانية الميزة التالتة انه هو يعني مرا عدد من اللعيب اللي كانت اللي موجودة حاليا في نادي الزمالك والفيدباك عنه مع اللعيبك وايس جد انه مدرب حازم ومدرب صارم ومدرب قوي وانه بيسمحش بالفاوضة وله اللعيب اتاخر ديقتين على التدريب بيعمل مشكلة ولا فده محتاج حازمة لانه دول نجوم كبار فوجود مدرب شخصته قوية مع نجوم كبار زي دول ده مسألة مهمة جدا وهو كمان عنده عناصر في فرقة الزمالك تساعده على فكره زي ما ساعدت كده لعناصر دي كارتيرون هو بيلعب نفس الطرقة بتاعت كارتيرون وهي خمسة اتنين تلاتة واحد فالزمالك اربعة اتنين تلاتة واحد عمزة رضا عبدالعيل واصل عيب اوزارة العيب اربعة اتنين تلاتة واحد رضا عبدالعيل مبيرح بالمناسبة قال لهم انا مستمر مع طنطة الا لو حصل لي موقف زي كابتن حسن شحات فقالوله هو ايه الموقف لما جابوا المنتخب ساب المقولين فانا كما دا الموقف الوحيد الاسف في طنطن روح المنتخب قال له برده عبدالعيل عايزه روح المنتخب يعني دي من ضمن الكوميديا الصمتة يعني فعشان كده الناس متفقلة بتشيكوا في نادي الزمالك نتيجة الكلام اللي بالقوله ده وهو عنده عناصر تساعده في ده طريقة اللعب بتاعته هو بيقافل قويس جدا يعني زون ديفينس قوي جدا جدا وتعليمات واضحة ما فيش تهريك يعني هو عنده الشخصية دي عارفين شخصية كوبر لما سامع مع الفرق الاسم يعني كوبر اسم طبعا عالمي يعني كوبر مع المنتخب كان اللعيب ما يقدر مرسوم له خط ما يقدرش يزيحي مين ولا شمال عن الخط ده ما فيش تهريك كوبر ما كانش بيهرج نهائي عباد شيكوا كده واخد من نفس المالمح ده يعني شخصيته قريبة لكده انه هو شخصيته قوي جدا هو بيحب يقفل الفرق كويس جدا يعمل زون ديفانس كويس جدا ويلعب على الطرفين سرعة الطرفين يعتمد عليهم والهجمات المرتدة هو عنده بقى طبعا سرعات رهيبة جدا عنده بن شرقي وعنده نجمه وعنده زيزو وعنده مصطفى محمد في الهجوم وعنده في نص الملعب اللعبة يعني على مستوى عنده يوسف أوباما وعنده فرجاني ساسي بجانب الترباس اللي في نص في طرق حامد كل دي لعيبة على مستوى عالي جدا عالطرف عندك حزب امام برضو طيارة عندك الناحة تاني عبدالشاف ولا عبدالله جمعة فهو عنده العناصر اللي تساعده في تنفيذ افكاره الخططية دي عشان كده في حالة تفاؤل موجودة جوه نادي الزمالك هو طبعا عارفين جاب المساعدين جاب المساعدين بتوع كلهم كوستا المدرب المساعد وشو زي بيدر وده بتاع الاحمال والنهاردة المفترض وصل مدرب حراس المرمى بتاعهم هو هيقعد بقى النهاردة المفترض هيمضي العقود بتاعته مع رئيس النيدي وهيجتمع بمجلس الإدارة ثم يتابع النهاردة مباراة الجونة من قلب الملعب واللي هيدرها الكابتن طارق يحي قبل ما اختم عايز اقول لكم على خبر قدامي هون الاتحاد الدولي يعني بعد لللجنة اللي بتدير اتحاد كرة القدم انه مفيش لعب نهائيا في الحكام الدوليين لنديكة مصم الكورونا الحكام الدوليين القائمة الدولية عارفين القائمة الدولية كل سنة ممكن تتغير فقال لك القائمة الدولية المعتمدة من السنة اللي فاتت هي اللي هنعتمدها السنة بتاعت الحكام انا بكلم قائمة الدولية للحكام هي اللي هنعتمدها السنة دي الا لو حصل شيء مشين من حكم شيء مشين من حكم مش تصرف لأخلاقي يعني يعني اي تصرف لأخلاقي مش محتاجة الفيفا يأكد عليه في العقاب يعني مشين يعني أخطأ خطأ فادح في التحكيم يعني كده يعني فعشان كده تبقى قائمة دولية فكركم بيها بتاعت الحكام اللي هي مفترض هتستمر كمان بقى كده لموسم قادم وبترتيبها ده اللي هقوله برايم نور الدين أمين عمر جهاد جريش محمود البنة أحمد الغندور محمد معروف ومحمد عادل احنا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة ان شاء الله يوم التلاتة ساعة خمسة عندنا حلقة جديدة مع شعبان على تلفزيون اليوم السابع إلى اللقاء